السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحاضرة رقم 6 من برنامج كيف تعلم اللغة الإنجليزية أبنك أو كيف تعلم ابنك اللغة الإنجليزية طبعا هذه الحلقة اليوم إن شاء الله مجرد أريد أتكلم عن نصائح وهنا ثلاث نصائح فقط النصيحة الأولى شجع ابنك طبعا هو يسمعنا شجع بس شنو التسجيع يعني أنا ما عرف شنو التسجيع أنا هنا عندي موضوع محدد يعني بفقرة التسجيع من أن أتكلم عن التسجيع شنو قصد بالتسجيع يعني يعني أدمج حياة ابنك مع اللغة الإنجليزية أو بمعنى آخر أدمج اللغة الإنجليزية مع حياة ابنك يعني شلون يعني مثلا الأبنك يريد يريد ياكل جوعان ها أنت من قالك جوعان أنت بقول له بالإنجليزي قل له شنو معنى طعام بالإنجليزي رح يقول لك ها ما أدري تبعدين حاول تبحث عن كلمة فود طعام مثلا قال لك أنا مثلا لدي يشرب مي فرضني أخي نقول لابن اسم أحمد قل له حمودي شنو معنى مي بالإنجليزي ها قل لك ووتا مثلا أو مثلا راح يقول لك يعني مثلا أنا جوعان ماما عطشان مثلا يقول لها قل له شنو معنى عطشان وأهل وأهلا آخره فهكذا يعني أجمج اللغة الإنجليزيوية حياة ابنك تمام هذه النصيحة الأولى النصيحة الثانية حاول حاول إجقد ما تقدر إجقد ما تقدر تعلق كلمات اللغة الإنجليزية على الحياة يعني شلون أو يم الشباتش أو يم الباب بمعنى آخر دائما دائما خلي كلمات ومعناهن قدام المكان أو بصيب يم المكان اللي هو دائما اللي تموجد به مثلا خلنا نقول دائما هو يقعد يم التلفزيون أخلي يم التلفزيون كلمة شوية خاطة شبير خاطة بارح درينك وقده قدامها يشرب درينك وقدامها يشرب يشوفها كل ما يشوف وشوف معناه راح يحفظها تمام هذه النصيحة الثانية يعني أنت حاول تكثر وينما كان يم الباب بالمطبخ سواء إذا كانت بنتش ذا بالمطبخ حاول تكتبينها كلمة تخلينها بالمطبخ حتى كل ما تشوفوا الكلمة تشوف معناها تحفظها هذه أيضا طريقة ونصيحة الثالثة دائما منها خصوصا يعني كطالب الطلاب هذه النصيحة هواي من الطلاب يضبط المادة بس المشكلة ما يدي يجاوب ليش لأن ما يعرف الأسئلة فحاول أنت كأب أو كمدرس تدبر لك أسئلة ما للسنة السابقة ما الوزارية أو الأسئلة حسب أنت الصف اللي بي وتعلم عليه يعني شلون يقل شلون تنحل يعني واقع تخلي شوف الأسئلة شلون هي وإلى آخر هذي نصيح أتمنى استفادت من عدده وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته